طيب سيد توم هل يمكن اعتبار هذه الخطوة أو هذه التسريبات هي بمثابة إعلان أو خطوة فعلية عملية للضم على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عنها مساء الخير لكم جميعا في الواقع تسريب هذا المقطع لوزير المالية هذا قد تم نشره للعام وخاصة لوسائل الإعلان الغربية أريد أن أقول أن دولة واشنطن هي الآن إدارة واشنطن هي الآن لم تعد قادرة على القبول بما يحدث من قبل الحكومة الإسرائيلية وحتى الوزارات المختلفة هم الآن ضد ما يحدث وضد خطة نتنياهو البيت الأبيض نفسه يريد أن يتم إنهاء هذه الحرب وأن نبلغ مرحلة وقف إطلاق النار وأن نقوم بإنهاء هذه الحرب ومن ثم نفكر في اليوم بعد بعض الحرب لكي نتأكد أن ما حدث في السبع من أكتوبر لن يتقرر مرة أخرى وفي الوقت ذاته أن نضع على قائمة أولوياتنا مصلحة شعب غزة ووضع الضفة الغربية ما يقول سموترج من وجهة نظري أعتقد أن هذا سيؤثر على الأمن الخاص بالدولتين وحتى المنطقة بأكملها فضلا عن التأثير المباشر على الولايات المتحدة الأمريكية لأن هذا يزيل أي أمل في أن يعم الأمن والأمان في هذه المنطقة وأن يحل أسلام ولهذا أعتقد أن هذه الخطة هي خطة خاطئة تماما وتنافي كافة المبادئ الأمريكية ترجمة نانسي قنقر